لو الحكاية فيها هن فيتو تكلمنا عن السحر وأنواعه حكاية سحر الناصرة والحسد والمس بيت تفصيل في البداية طبعا لازم نذكر عشان الناس تبقى فهم الموضوع يعني لماذا نتكلم عن السحر كلمة السحر وردت في القرآن الكريم تمانية وخمسين مرة منها اتنين وتلاتين مرة كوصف السحر على حقيقة وستاشر مرة ذكرت لتوضح معنى السحر والسحر هو عبارة عن عقود عددية ورقية يعلمها السحر والسحر هو العمل الذي لا يراه الناس كلما خفيا أو خفيا سره فيعتبر سحر والسحر من الأشياء خطيرة جدا أن المولى عز وجل قدر بعض الناس أن هي تقدر تمارس السحر في إيزاء بعض ناس أخرى وده طبعا من الناحية الدينية حرام وكفر بالله فالسحر بتوكوس معينة بيستطيع أنه هو يأذي بها البشر والموضوع علمي أن الساحر بيبقى لها توكوس معينة في عمل السحر على سبيل المثال أي سحر بيتكون من عنصرين اللي بيكون بيوم الساحر عبارة عن طلصن بيكون الساحر كتابته وده لأن في ناس ممرسين السحر عن طريق أرقام معينة بيبتدي كل إنسان في الدنيا عن طريق اسمه أو طريق ميلاده أو طريق اسم والدته هم طرق شدة في مجال السحر بيبتدي السحر والعياذ بالله بيربط ويربط الشيء اللي يريده في إزاء الشخص يعني كل نوع من أنواع الضرر بيبقى له رقم معين أو رسم هندسي معين ويصمى بطلصن فبيكون الساحر بعمل الطلصن دا للشخص نفسه وبتدي يتحكم فيه على نوعية الضرر فبيبتدي يعمل طلصن فالطلصن في خلال 72 ساعة ثلاث يام تقريبا بيتحول للشخص عن طريق الهالة اللي حوالين رأس الشخص وبعدها ب72 ساعة أخرى الطلصن بيتحول لبقرة سحرية لها كوة مغناطسية بتجذب الخادم للطلصن فبيتم مفعول السحر وهنا فك السحر في المرحلة دي بيبقى صحب لأن لازم الطلصن بيبقى عامل قوة جذب للخادم ما يقدرش يخرج من مدرها إلا بكوة دفع أقوى من قوة الجسم تاني الجملة دي دكتور ساعة السحر العامل السحر أهم فكوا بيبقى صعب من خلال إنه هو بيجعل فكوا بيبقى صعب ليه بيبقى فكوا صعب لأن إحنا لما نتكلم حاجة نوضحها أهمة طبعا السحر ده علمي يعني الشخص نفسه اللي مارس السحر في بعض ناس منهم متمكنين في هذا المجال فالسحر طبعا أما بيبتلي يصيب الشخص لازم نجيب حد فاهم الموضوع بيتم إزاي لأن ده علوم روحانيات بحثة البراسيكولوجي لما يكون الواحد دارس الموضوع ده بيبقى فاهم التلصم بيكون عامل جذب للخادم فهنا إن إحنا بنحاول الأول إن إحنا نبطل التلصم للي شغال بطريقة علمية يعني وفاهم إنه يعالج الموضوع إزاي وبعد فك التلصم بيبتلي يتحكم إنه هو يطرد الجني عن هذا الشخص فطبعا من شروط السحر أول حاجة نوع السحر المادة المستخدمة في السحر هل السحر لا علاقة بالأفلاك ولا لا ففيه ثلاث شروط طبعا في بعض الحاجات منها ما بتتفكش إلا إن كان الشخص على علمه وضرايا كاملة بالموضوع ده وفيه حاجة تاني إيه أنواع السحر وإيه مواد المستخدمة؟ من أكتر أنواع السحر وده طبعا حاجة بيبقى فاهمها الجماعة الروحانيين إن السحر بيبقى لها ست عناصر لذلك في فكه وفيه بعض الناس بيجيب نجمة داود اللي هي النجمة السوداسية كل مكان أو كل ضلع منها السحر طبعا فاهم الموضوع ده بيعمل ايه؟ هنا بيبقى التلصم والجني ونوع السحر والمادة المستخدمة في السحر والبخور وقال السحر لا علاقة بالأفلاك ولا لا فبيتبع الأساليب دي السحر نفسه فبيتم مفعول السحر أما بالنسبة الأقوى نوع من أو نواع السحر هو ما يسمى بسحر الفودو أو سحر الكبالة أو سحر هيمون وله أسماء عدة يعني وده مشهور في أفريقيا وبيحذر كهنة اليهود الكهنة نفسهم بيحذروا أن أي حد ما يقربش لهذا الموضوع ويمارسه إلا بعد سن التلاتين سنة وده لخطورة هذا السحر ومشهور جدا في أندونسيا لأنه بيكتب بدم الإنسان بدم البناء ده بتكتب التلاصم وده بيستخدم عادة في الناس في القتل في إيزاء البشر ده نوع خطير جدا من السحر لأنه بيبقى فيه عقد ما بين السحر نفسه والشيطان دي أعمال شيطانية فده من أقوى أنواع السحر سحر الكبالة طيب ده نوع من أنواع السحر هل هناك أنواع أخرى؟ السحر طبعا ما بيكتفيش على نوع معين السحر ليه أنواع كتير جدا فإحنا هنذكر منها الأشياء المتدرجة في سحر اسمو السحر الطولة وده بيبقى عبارة عن سلب إرادة للشخص أو جذب لأمرأة تانية ده نوع من السحر بس حابين نتكلم السحر إزاي بيتم عشان يبقى الموضوع مفهوم أنا فيه الناس كتير مش فهم الموضوع بيحصل إزاي الإنسان حوالين جسده إنسان بيتكون من اللي هو الجسد الفيزيكي والجسد الأسيري والروح الجسد الفيزيكي اللي هو الجسد العادي اللي هو ينخضع للمادة جسد الإنسان الجسم الأسيري اللي بيكون حوالين جسد الإنسان وده بيبقى قريب جدا من الجسد ده بيبقى عبارة عن طاقات طاقة معينة فبتصدر منه زبزبات معينة ده علميا يعني السحر بينشع إزاي إن الخادم ده خادم السحر أو التلصم ليه زبزبات معينة فالزبزبات دي بتبتدي يتأثر على عقل الإنسان ده تأثير خادم السحر أو الجني ما بيدخلش جسد الإنسان يعني مش بيدخل جسده التأثير كله بيكون حوالين الهانة اللي حوالين رأسه فبيبتدي يتحكم في بعض أعضاء جسد الإنسان عن طريق إشارات معينة بتوصل للجسم الأسيري فالجسم الأسيري إذا حصل فيه خلل فالجسم الفيزيكي بيبتدي يتعب وتظهر علامات السحر يعني ده بالنسبة لتأثير خادم السحر أو الجن أو المس لأنه كله بينخدع تحت مسمى مس يعني السحر نوع من أنواع المس فبيبتدي يتأثر الشخص المسحور بهذا الأمر طيب حديثة قلت أن هناك أنواع اللي هو زي سحر الطوالة سحر الطوالة أه الطوالة أه وقلت أن هناك السحر الآيمون أو القضالة سحر آيمون أو سحر الفوضو أو سحر القضالة أو القضالة هاي هناك أنواع أخرى من السحر وده اللي بيسمى كله بيندرك تحت السحر الأسود لمشتقات كتير في منها حاجات ضعيفة وفي منها حاجات بطبقة قوية بس أنا مقسم هذا الموضوع لثلاث أنواع يعني الشخص اللي بيكون بيعمل بسحر الفوضو أو سحر القضالة بيكون معاش طعم والعياذ بالله فبيسلطوا على الشخص نفسه اللي عايز يأذيه بدون أي مواد مساعدة مواد مساعدة يعني بدون بخور بدون طلاصم بدون أي موضوع مجرد أنه بيدي له أمر فقط يعني النوع اللي أقل منه شوية أن فيه شخص بيبقى معاه شياطين أو لأرواح أو طرق والعياذ بالله طرق مضرة للبشر بيبتدي يستخدم فيها بخورات وبيبتخدم فيها تعاويز معينة وبيسلط جني على هذا الأمر لكن الموضوع ما بيتمش أنه كان هناك تلاصم بتكتب وأبخرة معينة في أوقات معينة وده نوع أقل شوية من سحر القبالة النوع الثالث وده أتعرف شوية أن الشخص بيتعامل بطريقة علم الأوفاق أو بطرق تانية علم الحرف وده علم ناقي جدا بس في بعض الناس بتستخدم هذا العلم فيما لا يرد الله يعني بس الضرر بالنوع ده بيكون أضعف شوية يعني يعني هم تلات أنواع وفي سحر تاني بيبقى سحر تفريق إن بيقوم الساحر باسم الشخص بيأخذ اسم الشخص أو اسم زوجته أو أهله وعن طريق عقود حرفية ورقمية وعددية يعلمها الساحر وبينقي الشيء الذي يريده وبيختاره يعني وبيربطه آآ بالاسم أو تاريخ الميلاد وبيتم التفرقة فهذه المرحلة الشخص بيخيل إليه بالنسبة لأهله أشياء ما حصلتش أو أشياء غريبة وما بيكونش هو نفسه عارف آآ إيه اللي بيحصل يعني في حالة آآ يعني بيكون مسلوب الإرادة مسلوب الإرادة عمتا المسحور بيكون مسلوب الإرادة شبه إن عقله غايب لأنه هناك علميا في أمريكا آآ أثبطوا حاجة مهمة جدا آآ لأنهما بيربطوا أنا لا في أوروبا ولا في أمريكا بيربطوا دايما ما بين العلم والمادة آآ سيناس أندماجك بيربط ما بين ده وما بين ده مهتمين بالبارد سيكلشي آآ والموضوع ده جامد فاه اكتشفوا علميا إن في كثرة أسفل جدار المخ موجود؟ كشرة أسفل آآ جدار المخ آآتابتا عن الأزن اليمنى بسنتمترات بسيطة وأن دي بتبقى مسئولة عن الرؤى والرؤية والحواس مش المصدر الاساسي ان المخ هو اللي بيحضر الصورة ده القشرة دي تلاقيها دور كبير في هذا الامر ولذلك لما بتلاقي حد ما تلاقي حد عبقاري او حد بيفكر عادة تلاقيه بيلمس المنطقة دي دي اطلاحزها كتير يعني اللي هي ما فوق الازن اليمنى بسنتيمترات حتى الساحر نفسه اما بيجي يعمل سحرة وبيخيل شيء لبعض الناس وده اللي كان مشتهرين بيجي سحرة فرعون بيبتدي يشغلك بحاجة غير الحاجة اللي بيعملها يعني مسلا يشغلك بموضوع وفجأة يعمل الموضوع سحره فهنا تأثير التعويز والحاجات اللي بيقراها انها بتصدر منها اشعات وزفزبات معينة بتأثر على الكشرة اللي قلت لحضرتك عليها اللي فوق الازن اليمنى سنتيمترات فتبتدي الشخص يخيل اليه اشياء لم يراها وفي نوع منها تاني ان بيجي الساحر بيصلت طلسن بتاعه على المنطقة دي بالذات يعني فبيبتدي الشخص يحس انه عمل حاجات ما عملهاش وتجيله زاكرة في اشياء لم تحدث وبتدي يشك في اقرب الناس اليه ده سحر التفرق عماتني يعني في اشتركوا في القناة شكرا